بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم خالد عبدالله في فيديو جديد النهاردة هتكلم عن الجمارك المصرية وكتير مننا كشباب بيشوف عروض على موقع زي علي اكسبريس وعلى موقع زي بنجود امازون اي موقع يعني وبيتخدع من السعر اوه مش بيتخدع هو السعر ده بيبس سعر فان الرسمي اللي على الموقع واللي انت هتدفعه بس لما المونتج يوصل مصر ما تتصدمش زي حالاتي كده طيب اه في يوم الايام انا كنت قاعد عادي مرة تخلي شافت حاجة على موقع علي اكسبريس اه شوز صغيرة كده للطفل بتاعها ابنها يعني المهم قايت لطبوليا خلت بعد اذنك فطلبت الشوز الشوز كان 8.5 دولار والله زي ما بقول لكم كده بالزبط الشوز 8.5 دولار وبالشحن 2.5 دولار يعني الدولار ب17 ما يكملوش 50 جنيه مصري تمام كده طيب اه مهم اه طلبت الشوز الشوز جي بعد 3 شهور ما علينا من ده عادي كنت متوقع ان هو ايسا في كده عشان كورونا وعشان وعشان فطلبت الشوز والشوز وصب على 3 شهور ونص بعد كده موظفة الجمارك رينت علي قالت له اساس خالد لو سمحت تقدر تيجي تستريم المنتج بتاعك اللي جاي لك من موقع التسوق روحت هناك تتوقعوا اه دفعت جمارك كام على شوز لطفل صغير والله العظيم انا دفعت جمارك 350 جنيه على شوز 350 جنيه وربع اهم حاجة الربع وعندها الربع قبل تلتمية وخمسين دفعت 350 جنيه على شوز 8 اتنين دولار تمام ما علينا برضو من الكلام ده طيب الصدمة بقى كبيرة ان الشوز جي مقطوع اساسا وانا اضطريت ادفعت 350 جنيه ما كانوش عايدوني الشحن عمتا يعني لما دفعت اهمش فدفعت 350 جنيه وخدت الشوز اروح البيت اشوف الشوز الاقي مقطوع فما علينا يعني دي كانت تجربتي مع الجمارك ومنصحش اي حد انه يطلب اي حاجة من برا مصر يا عم اشتريها من هنا عم مرايح دمارك لو هي موجودة طيب كمان لو انت حبيت تشتري كاميرا للاسف هتوقف في الجمارك وعتروح للشرطة والشرطة هتبعتلك وتروح وسين وجيني انت جايبها ليه وبتاع ايه مجبتاش من هنا ليه فالموضوع صعب برضو لو انت هتدخل حالكاميرا طيب لو انت هتدخل حاجة فيها بلوتوس او ريموت او اي حاجة من دي المنتج زيت نفسه هتروح فين بقى هتروح لوزارة الاتصالات وانت هتروح للجمارك في المطار تاخد المنتج بتاع الحاجة وتطلع بها على وزارة الاتصالات وخوار كبير جدا وحتدفع لك مبلغ كبير جدا ادي تمنى الحاجة مرتين فاللي انا عاوز اقول لكم يا شباب من الفيديو ده انك ما تثقش في سعر الحاجة اللي بيبقى مكتوب على العلي اكسبريس لانك بتدفع اضعاف اضعاف هنا في مصر في حاجة في السيستم الجمارك عندنا اتمنى يا رب ان هم يحلوها يعني انا في حاجة غلط في السيستم مش عارف يعني المفروض ادفع خمسين في المية من قيمة الحاجة مسلا لو قلنا اقصى حاجة مسلا شوز باتنين دولار المفروض ادفع دولار مسلا لكن لا للاسف دفعت ثلاثمائة وخمسين جنيه وكمان الشوز طالها مطوع بس دي مش مسئولية الجمارك دي مسئولية علي اكسبريس وبعدت منتج العلي اكسبريس تاني وخدوه الحمد لله اه بس دوني تعود كبير وتعود الجمارك يعني الحمد لله وبعدوله الشوحنة تانية اهدية فاللي انا اعوز اقوله لكم ان السعر الحاجة متتخدعوش فيه على موقع الاكسبريس لان لما بيوصل مصر بتدفع جمارك كتير اوي بس كده اشوفكم في فيديو جديد سلام عليكم